بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت من قبره لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا واشتمت والقمر رأيتهم لي ساجلين قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عذو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يكتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تكتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ودع يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب في غيابة الجب وأوحينا إليه لكنت بأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبخ وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأددى ذلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معذودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مسكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلع شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وعلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلق الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راردتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى طميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العجيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن شكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نواك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزق عنه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالله وفيهم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمر وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أغيى الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بطع سنين وقال الملك إني أعى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وتبع سنبلات خضر وأخرى بسادات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي والصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى بساد لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما خصدتم فذعوا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شلاد يأكل ما قدمتم لهم يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تخصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه وغاثوا الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتم يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهديك إذا الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي عفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال لعلي على خزائر الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم من دي ولا تقربون قالوا سنراوض عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مننا الكيل منع مننا الكيل فأرسل معنا أخانا مكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله حتى تؤتون موثقا من الله لتأتن مني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب خضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهدهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذل أيته اللير إنكم نسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد طواع الملك ولمن جاء به خمل بعير وأنا به ذعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوريتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجد ما متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم فيه يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا نصارقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يستخي ويصبر فإن الله لا يضيه أجر المحسنين قالوا تالله لقد آفرك الله علينا وإن كنا نخاطئين قال ما تحريب عليكم اليوم يعفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد لي حيوسف لولا أنت فاندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استعفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستعفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما بحلوا على يوسف آوى إليه أبويه آوى إليه أبويه وقال دخلوا بصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وحروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قال اجعلها ربي حقا وقال أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البلو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيه إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيس الرسل وظنوا أنهم قد خذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يود بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم أبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون